نبوهت حقيقات رايشن دا بيغمبرش السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ولذا لابد من إلائها العناية التي تليق بمكانتها ومع هذا فهناك قواعد لابد أن يستنير بها أهل كل زمان أثناء تطبيق السنة النبوية في الحياة لأن الكلام النظري شيء والتطبيق العملي شيء آخر وعدم مراعاة تلك القواعد يوقع الناس في إشكالات لا حصر لها ويظهر السنة النبوية بمظهر التناقض وعدم الإنسجام فكان من الأهمية بمكان الوقوف على تلك القواعد وتجليتها وضرب أمثيلة عليها كي يتضح الأمر ويستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ممن تنبه لهذا الإمام النورسي رحمه الله تعالى فأشار إلى ضرورة الاعتماد على الأحاديث الصحيحة وترك أقوال القصاص والإخباريين والروايات الإسرائيلية وأشار إلى أن عدم الوقوف عند ظاهر النص يوقع في إشكالات لا حصر لها فكان يغوص في أعماق المعاني محاولا توظيفها في مواجهة التيارات المعادية للإسلام والمشككة في عقيدته وهذا ينسجم مع الدعوة بضرورة قراءة روح النصوص وعدم الاقتصار على ظواهرها ومراعاة السياق الذي ورد فيه الحديث وعدم اتزائه وكل ذلك وفق مقصد الشرع الحنيف طبعا الإمام النورسي أشار في عدة عنوين في الرسالة الأحمدية أصول في فهم أحاديث الساعة المعراج النبوي المعجزات الأحمدية منهاج السنة الإخبار بالغيب كلها أشار لها حصرت حديث شريف بشكل فصل بعيد عن سياقه الذي قيل فيه وقد ألمح النورسي إلى هذا في عدة مواطن أمثلوا حتى تتضح الفكرة مثلا جاء حديث صحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة طبعا لا أذكر الحديث لأنه معروف عندكم أذكره بالمعنى للاختصاري لأنه معروف منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من السفر إلا ومعها محرم ما مقصد الشارع في هذا؟ قال هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها حينما كانت تقطع الصحراء على الدواب في الفياف والقفار دون إحساس بالأمن طيب لكن لما تغير الحال لا بد علينا أن ننظر إلى مقصد الشارع وأن السفر قد تطور بحيث تأمن المرأة على أن تسافر وهذا سيقول أحد هذا من عندك نقول لا انظر إلى حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتن على الأمة وهذا قاله لعدي بن حاتم يمتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح بظهور الإسلام يقول له لترين الضعينة أي المرأة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وقال في رواية أخرى يوشك أن تخرج الضعينة أي المرأة من الحيرة تقدم البيت أي الكعبة لا زوجة معها لا زوجة معها الآن نحن من أراد أن يأخذ ويحتاط لا شيء فيه لكن لو سافرت المرأة الآن في المواصلات الحديث هل نقول إنها خرجت عن دين الله وأنها ارتكبت محظورا وهذا أرفق بالمسلمين اليوم خاصة في ظل تطور وسائل المواصلات ولا سيما أن بعض الأئمة أجاز للمرأة أن تحج بلا محرم إذا كانت مع نسوة ورفقة مأمونة نعم حديث آخر صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج صدقة الفطر أمر بإخراج صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب وذلك قبل وقت محدد في صلاة العيد ذلك الزمن كان كافياً لصغر حجم المجتمع أما اليوم فما المانع من أن نأخذ برأي الإمام الأعظم أبو حنيفة من أن يجوز إخراج القيمة لأنه نظر إلى مقصد وهذا أيضاً قاله عمر بن العبد العزيز رحمه الله تعالى نظر إلى مقصد الشارع وهو إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال والطواف في هذا اليوم فما المانع يأتي إلينا واحد ويقول أنتم خرجتم على سنة رسول الله لا مثال آخر النبي صلى الله عليه وسلم يحرم التصوير وبعض الناس حرم التصوير ما فطنوا إلى سياق الحديث أنه جاء في مضاهات خلق الله للنحت أما التصوير الفوتوغرافي هذا أنا أقول دائماً لماذا نحرم ونستعجل ثم تحت ضغط الواقع نبدأ نحلل لا نحن نفهم فقه الواقع مسبقاً حتى لا نلجوا أن نتلاعب بأحكام الإسلام نقطة ثانية جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد السنة النبوية مترابطة لا يمكن أن يأتي حديث يأمر بأمر ويأتي آخر ينقضه أبداً إلا أن يكون ناسخاً من هنا تكمن المشكلة في اجتزاء النصوص فتجد أحدهم يعجبه أمر يستشهد عليه بحديث معين بل ينكر على من يعمل بخلافه رغم أننا لو جمعنا الأحاديث كلها لوجدنا أن المسألة أهون بكثير أضرب مثالاً على ذلك حتى تتضح النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسبل الذي يطيل إزاره في النار ما أسفل الكعبين في النار فتجد من يتقيد بهذا الحديث ويقصر ثوبه أنا أقول له جزاك الله خيراً لكنه ينكر على من لم يفعل ذلك وربما وصفه بأنه مخالف للسنة لو رجعنا إلى أحاديث أخرى لو وجدنا لتضحت لنا الصورة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر وهو في مسلم من جر ثوبه خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه الخيلاء إذن يمكن الجمع بين الحديثين أن الذي يجر إزاره أسفل الكعبين إذا كان على سبيل التكبر والخيلاء فإنه يدخل في الحديث مثال آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا على آلة محراث على المحراث يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل طيب كيف نجمع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول هذا كيف ينسجم مع الأحاديث التي تقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة كيف ينهى عن الحراثة وهنا يأمر بالزرع كيف الجمع سهل نقول الحث على الزراعة هذا هو شعار الإسلام لكن الذم إذا كان مضيعا لأمور أخرى وبخاصة الجهاد مثال آخر نهى الإسلام المرأة عن زيارة المقابر لكنه يقول في حديث آخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لماذا يا رسول الله نزورها قال لأنها تذكر بالآخرة ألا تحتاج المرأة إلى تذكر الآخرة مثل الرجل إذن كيف نجمع نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى المرأة إذا كانت فيها شق للجيوب وفيها نياحة وهكذا طبعا في تحذير أنه لا ينبغي لنا أن نتسرع ونتوسع بدعوة عارض الأحاديث بأن نرد الحديث النقطة الثالثة مراعاة الأحاديث المشكلة والتفريق بين الحقيقة والمجاز على العالم أن يبين للناس ألفاظ الحديث من واقع اللغة حتى لا يقعوا في اللبس ومع الأخذ بعين الاعتبار أن العالم الفقيه لا يحدث الناس بكل ما يعرفه من أحاديث حتى لو كانت صحيحة وخاصة التي لا تهمهم في واقع حياتهم كأحاديث الفتن والأحاديث المشكلة وهذا النورسي تنبه لها وأشار لها يعني ما المصلحة أنا أقول ما المصلحة في أن يحدث إنسان العوام في حديث صحيح موجود في البخاري بأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت وفقع عينه ما المصلحة في أن يحدث العالم الجبهور بحديث أيضا صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أين مصير أبي فيقول له نبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار ما المصلحة؟ لا بد أن ننظر إلى واقع اللغة فهناك أحاديث تحمل على المجاز خذ هذا المثال الجنة تحت أقدام الأمهات هل يفهم أحد أن حقيقة الجنة عند أرجل الأمهات؟ وإنما يفهم الإنسان أن بر الأم ورعايتها من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة الدكتور عماد الدين خليل أطال الله في عمره أيضا استعرض في هذه الأمور وأن الأحاديث المشكلة وأحاديث المهدي ينبغي علينا أن لا نشغل الناس بها أخلص إلى الختام بأن أقول السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع لا يمكن الاستغناء عنها ضرورة فهم السنة وفق القواعد المعتبر التي قررها علماء الإسلام كان الإمام النورسي ثاقب البصيرة حاضر الدهن في تعامله مع الحديث النبوية يركز على استخلاص العبر والعظات هذا عجيب الرجل رباني يعني من نصف قرن وهو يسبق زمانه لماذا ننتظر حتى يضحك علينا العالم كان بعض المشايخ إذا رأى صورة على جريدة يطمس اليوم تجاوزنا هذا طب لماذا ننتظر لماذا نضحك العالم علينا السمى المميزة لمنهج النورسي هي عدم وقوف عند ظواهر الأحاديث فهو يغوص في أعماق المعاني ضرورة معرفة سياق الحديث والمناسبة التي قيل فيها قبل أخذ الحكم منه ضرورة جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد لتتكامل الصورة وجوه مراعاة ألفاظ الحديث والتفريق بين الحقيقة والمجاز هذا والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة